في البداية يعني خلينا ندخل في الموضوعات اللي كانت قبل الكواليس كنت تقول ما شاء الله الديكور خيمة وكذا فكأنك يعني تهيضت شوي فلو تعطينا بيت شعر خلينا نبدأ بداية كذا حماسية عطينا بيت شعر مع هذه الأجواء الشعبية بسم الله الرحمن الرحيم أنا الحقيقة سعيد أولا بهذا اللقاء وتمنى أن نقدم للمشاهد شيء أن يروقوا له بإذن الله الخيمة طبعا تراث عربي قديم كتب عنها الشعراء في السابق واللاحق وهي غالبا يمثلها البعض بأنها واحدة من رموز حياته ولهذا حتى المعاصرين الذين ليس لهم بيوت شعر ولا خيمة ومع ذلك يكتبون ما دمت سألت الحقيقة راقت لي أبيات كنت حفظتها منذ إصدارها للشاعر نايف صقر طبعا هي لا تمثل الخيمة ذاتها لكنه يتحدث عن هم كبير يختلج نفسه وأنه نصب أطنابه طبعا هو كهذه الخيمة سماها هو توبته أو التوبة يقول سجد قلبي على رمل الضلوع وهزه التنهيد يا سلام وأنا في جوفي خيام الندم والخوف منصوبة يا رب فهق هلاكي والمنايا والدروب بعيد يا رب مدام المدماني للتراب تقوده دروبه يا غياث الضوامي والثمام وجرهدي البيد أعذني من جهنم والحشر والموت وكروبه أنا ما نيب لا مشرك ولا فاسق ولا عربيد أنا اللي لا عصى واخطى تجهم وقلق ثوبه أنا اللي يرتجف مثل ارتجاف الخايف الرعديد إلى شاف القبور الضيقات وحس بذنوبة أنا عبدك ولد عبدك وجداني هل التوحيد خطايا يخجلتني يالله الغفران والتوبة يا رب إلى آخر مقا جميل جميل جدا الله يعطيك العافية